السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم. بارك وصلى على سيدنا محمد. عليها افضل الصلاة والسلام. اهلا بكم في قناتي المطبخ احلى معي شروع. ازايكم عاملين ايه يا رب يكون كلكم بخير. النهاردة اجد لكم بوصفة جديدة جميلة جدا موفرة. كل الجمال اللي انتو شايفينه ده من نصف كيلو دي اس بونش. اعملت تورطايا وسروس رول واعملت كمان تواجن السعادة. اتعرفي كل التفاصيل ازاي تعمليها تابعيني في الفيديو. بس قبل كل شي ما تنسانيش في الاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايكات عشان يوصل لك كل جديد. هنا معي اول حاجة كنت عملتها طبعا الكيكة ودخلتها الفرن وسبتها تبرد تماما. بس اعذرين المقطع ده اتحزف مني. فهقول لكم على ايه الخطوات. انا عملتها طبعا معاكم كزا مرة. نصف كيلو دي اس بونش. عليك خمس بده درجة حرارة الغرفة. نصف كوباية مية فترة وفانيليا. وهده هنا كمية زيادة شوية عشان كل كمية الحاجات اللي انا كنت عاملها دي بصوص الشوكولاتة. فمعايا كوبايتين حليب. عليهم خمس معالة كريم شنطي. عليهم روبع كيلو. آآ شوكولاتة خام. تمام? هاخلط كل المكونات ديت. هاخلط الكريمة مع اللبن. هاخلطهم كويس جدا. وايه? وهرفحهم على النار. وهحط الشوكولاتة. تمام? وهبدأ اخلط فيهم كده الغداد ما هيبدأ ايغلي معايا. عندي هنا شوكولاتة نوتيلا. هبدأ احطها. برضو هتعلي بتاع السوسو شوكولاتة جدا جدا وهيبقى حلوة جدا. خلاص هنا غلا معايا هسيبه يبرد بقى عشان عرف اشتغل به. تمام? كده احنا عملنا المرحلة الاولى. هنجل المرحلة التانية. هعمل الكريم شنطي معايا روبع كيلو كريم شنطية خام. تمام? عليهم تلات معالق كريم باستري. حبة تخلطيهم بحليب متلك. تمام? ما كانش مياسها عنا مسلجة. تمام? انا هنا هخلط بحليب وهخلطها كويس جدا جدا. طبعا لما تخلطيها باللبن او الحليب زي ما بتسموه. اه بيعلي من التست بتاعه. تمام? هنا بقت هبدأ اخلطهم كويس. خلطهم. هنا معي السوس الشوكولاتة خلاص برد وتقل معايا. هبدأ احط ايه? هاخد جزء منه. اضيفه على الكريمة. وهخلطها. اهو. ما تزوديش للسوس الشوكولاتة كل مرة واحدة. ما تحسي لها محتاجة بقى هتزودي معاك. تمام كده? خلاص كده تمام معايا الكريمة جهزت معايا. هاجي بقى المرحلة بعد كده. شوف السوس بالي تشوفي شكله. حلو جدا. انا كنت عاملة هنا. للأسف كان جميل جدا. بس ما فيش نصيب طبعا لان ايه اللاقة دية تفضل موجودة. هنا كنت عاملة اللسبونش في الطواجن. حلو جدا جدا جدا. جميلة بطريقة فضيعة. ان شاء الله هعملكم فيديو تاني. في اليواني بعمل الكيكة في الطواجن. شوفي. جميل جدا. اهي. شوفي حجمها. شوفي ما شاء الله شوفي الارتفاع. طرية حلوة جدا. هنبدأ بقى نزينها. هنبدأ اول حاجة هنزينها طبعا. هعمل الترطية. هبدأ كده اقطعها. طبعا الحاجات الوش والحاجات دي كلها هستفاد بيها. ما ترميهاش. هتعملي بيها. هتشوفي هتعملي بيها الوقتي. تمام. هبدأ اقسمها كده لتلات طبقات. كان الطرية وهشة جدا جدا. حلوة. هجيب اول طبقة. هسقيها كده بالشرباط. شرباط خفيف طبعا. هجيب الكريمة. وهبدأ كده ايه امليها. هجيب الطبقة التانية. وهنحط الكريمة الاول طبعا الشرباط. وبعدين هضيف كده الكريم شانتيل. تمام. هحط الطبقة التالتة. وهحط برضو السوس. اهوة. هحط بقية الكريمة. يبقى دية الخطوات واحدة واحدة معي كده. هبدأ افريدها بقى كلها وساوي الترطية من الجناب ومن فوق من كل الاتجاهات. اهي. هتبدأ ايه تسويها? وطبعا نكون معاك المياه سخنة. وتبدأ ايه? تسوي كده الجناب معايا. تمام. ههي بابدأ ايه? هحخليها كلها تبقى سوها واحدة. وبعدين ايه? سكينها مشانشارها اي حاجة متوفرة عندك. وتعملي ايه? التضليع دي بتبقى حلوة جدا في التزيين. تمام? اهيض. هدخلها التلاجة. بتتماسك شوية. وبعدين هجيب السوس الشوكولاتة وهنزل كده ايه? على الضروف كده. تنزل عليها زي جزاج كده. بتبقى عمنا زي الشلال. بتبقى حلوة جدا. دي طريق التزيين سهلة جدا. يعني بصي ما بتاخدش معاك اي وقت خالص. لو انت عاوزة تعملي حاجة حلوة مستعجلة. ما فيش اسهل من كده تزيين. يعني حاجة سهلة جدا 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 جدا. اهي شوفي. من كل مرحلة ومرحلة انت بتعمليها لازم تدخليها التلاجة. تتماسك شوية وبعدين تبداي التزيين فيها. انا هنا عامل روزلتات كده ورد اهيط. وهحط السلسل الشوكولاتة من النص. تمام. هاجبها هنا وحطها في طبق التقديم بتاعي. حطتها اهي. خلاص انا عند قريو. هحطها كده هكمل التزيين بتاعها بالقريو كده من فوق. اهي شوفي الجمال بقى. حاجة بسيطة جدا ما اخديتش وقت وفرحي بها ولادك. اهي حاجة بسيطة قوي قوي قوي. اهي شوفي جمال الترطاية. ايه رأيكم بقى في الجمال ده? يبقى دي اول حاجة عملناها من نص كيلو دي اسبونش. عملنا ترطاية جميلة جدا جدا. يعني ربع كيلو دي اسبونش عملولي ترطة حلوة جدا. اهي ايه رأيكم بقى? لايك بقى الترطة الجميلة او ديت. يلا بينا بقى على الخطوة التانية. تعالي نشوف هنعمل ايه بالربع كيلو دي اسبونش التاني. معايا هنا اهيت الكيكاية التانية. بس انا ما بقليبها ايه? اتقطعت مني. ما فيش فيها ايه مشكلة. كل ده انا هستفد منه. فيش حاجة هتترمى خالص. تمام? اهبدأ اول هي ايه? هقطعها. تمام? انا بدأت كده اقطعها. خلاص. هجيب بقى اي قطعة عندك? هاخد كده ايه? على ساقد الطواجن. وهبدأ املي كده اول طبقة بالكيك. تمام? دي اول طبقة. اهيه زي ما انتم شايفيني كده. تاني طبقة هحط الكريمة. يبقى دي التاني طبقة في الطواجن. تمام? يعني شو في نص الكيلو دي اسبونش وعليهم ربع كيلو كريمة شنطية عملولك اجمل حاجة وماشاء الله تفضل عندك بقى تحط الحاجات دي في الدلاجة. كل ما تعاوز حاجة حلوة ولادك عاوزين حاجة حلوة تتلاقي متوفرها عندك. يعني المبلغ مش كتير قوي. اه اعملت حاجة حلوة. هتبقى متوفرها عندك. لو انت بقى بتعملي مشروع اولاين. ده بصي هتبقى ان شاء الله. اه موفر. هتكسبي منه. اه ما الخامات بتاعته مش كتير قوي. يعني انت ما تعملي مسلا عرض يعني تعملي عرض كده. الترطية معها الطواجن. ممكن السوسرول حلو قوي قوي. تمام? انا خلصت هنا. وزعت السوسرول شوكولاتة. هدخلهم برضو يتماسخوا شوية وبعدين هزيرهم تزيين بسيط. انا كل النهاردة التزيين. اللي كان متوفر عندي. يعني انا مشتريتش اي حاجة. كل المتوفر عندي انا اشتغلت به. هنا معي السوسر شوكولاتة زي انت كده من فوق. المتوفر. ممكن اعمل لكم طراب دس. انا كنت في الوقت ده عاوزين حاجة حلوة. كنا عاوزين حاجة شوكولاتة. كان الجو ساعة. فطبعا ايه? عاوزين باور كده والشوكولاتة. فقلت ايه? طبعا عندي الخامات دي. يبقى كده انا خلصت هنا الطواجن. اهي حلوة جدا. تزيينها خفيف بسيط جدا. هنخش على المرحلة التالتة. معي هنا بواق الكيك اللي عندي. اي بواق الكيك عندك ممكن تعملي بيها احلى جاتوس وسرور بممتهج ببساطة وحلوة جدا. عملتي كيكة والاولاد زهق منها او عاوزينها بطريقة مختلفة. ممكن تاختيها برضو وتفتتيها كده زي ما انت شايفاني. تبداية فتتها جدا. وتقوم حط عليها سلسل شوكولاتة وتبداية تعاجيني فيها لغداية ما تبقى عاجينة معي. تمام? اهي. شوف رم بعاجينها. تمام? خلاص كده هي تعاجنت معي. هجيب بقى ورق فويل وفوقها ورق زبدة. وهبدأ افردها. هتحاولي على قد ما تقدر يتخليها سوى واحد. اهيه. تمام. سويها كده. شوفي بعد قد تتسوى هي اصلا ما بتاخدش وقت معاك خالص. عندي الكريمة برضو. بدأت افرد الكريمة. تمام? تحاولي تسويها. وتليف فيها كده رول. بس وانت بتليف فيها حاولي ما تضغطيش عليها عشان الكريمة دي ما تطلعش بره وتبوز اللي كنت عملها. فانت هتليف فيها كده بالراحة. وبعدين هتليف فيها بغراء الفويل. اهيت. وانت بتليف في كده ايه? زبطي ايدك عشان تطلع متسويها معاكي. مستعجلة. دخليها الفريزر على طول. مدة ساعتين هكون تمسكت. لو انت في عندك وقت ممكن تسيبها في التلاجة العادي براحيطها لغداية ما تمسك. انا هيت. شوفي. بقيت متماسكة هيت. بكل سهولة بتتفكي معايا سهلة جدا. اي بقى الشبكة اي صفوية عندك اللي متوفر عندك حتي. ما فيش حاجة معينة. يعني من بصي اه على قد ايديك يمشي نفسيك. اه انا جبت هنا الصفوية حطيت عليها كده. اهود السوصول بتاعي. وهبدأ اسقيها بالسوصو الشوكولاتة. تمام. عندي كان فيه سوص فراولة. قلت اديها كده ايه تزين كده من فوق خفيف برضو. علي علي كمان سوصو شوكولاتة. تمام. هسيبها كده وعملي اي بقى شكل معاك. وهدخل الدلاجة هتتماسك شوية وهبدأ ايه اقطعها. اهي شوفي بقى هبدأ كده التقطيع. شوفي بقى. حلوة جدا طعمها في منتهى الجمال. ما حدش يقول ديت معمولة من بواء الكيك. خالص خالص يعني حلوة جدا جدا. شوفي شكلها شوفي جمالها وسوس عليها كده وحلوة جدا. ودي التلات وصفات اللي انا وعملناهم من نص الكيلو دي اسبونش. شوف الترطية. التواجن. الجاتون. حاجة كده في منتهى الجمال. يستحق الفيديو دوت. تشيريه. لكل اهلك وصحابك. وتعرفوه على قناتي. وتشترك في القناة. لو انت لسه اول مرة تشوفي القناتي. تشترك في القناة. عندي الكلمة تشتراك باللون الاحمر لتضغطي عليها. وما تنسيش تفعل الجرس عشان يوصل الكل جديد. وما تنسيش اللايقات عشان الفيديو يعلى والكل يشوفه. دي وصفة حلوة جدا. يا رب يكونوا. اعجبتكم. واجربيها من نص كيلو دقيقة سبونش. هتعمل كمية حلوة جدا. وهتدعيلي. هنا بقى بدأت اقطعها. شوفي بقى ترطاية كده. يا رب يكونوا بقى ايه في الجمال ده? ايه ده بقى? ايه ده بقى? شوفي بقى الحركات شوفي الجمال. يا رب يكونوا واصفوا عجبتكم. وإلى اللقاء في حلقة دي من حقيقاتي. بنضغ احلى مع الشروق. مع السلام.